الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر كيف نؤمن بالقضاء والقدر يوجد للإيمان بالقضاء والقدر أربع درجات أربع مرات المرتبة الأولى العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء المرتبة الثانية أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادرة كل شيء مكتوب المرتبة الثانية المشيئة ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن لا يمكن أن تصنع شيئاً إلا شيئاً كتبه الله سبحانه وتعالى وقدر الله يعني هذا الأخ الآن يقول بعد الدرس أريد أذهب مثلاً إلى البقالة أو إلى السوق شاء الله أن هذا يذهب ذهب شاء الله أن هذا لا يذهب والله لا يمكن يذهب شاء الله أن هذا يمكن أن تصنع شيئاً شاء الله أنه يمكن أن تصنع شيئاً شاء الله أن هذا يمكن أن تصنع نفسك وقدروا أكثر من هذه المرتبة الثانية وإنسبة الله أنه يمكن أن تصنع شيئاً وإنسبة الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى اختارني بنت أكون من أهل الجنة من أهل السعادة أسأل الله لي ولكم من أهل السعادة من أهل الجنة وأعمل بهذا وأدعو الله سبحانه وتعالى ولا أمشي في طريق أهل الشقاء وأدعو الله أن يجنبني هذا الطريق بعض الناس نسأل الله العافية والسلام يشرب خمر وتقول يا أخي اتق الله كيف تشرب خمر وأنت مسلم يقول هذا كتب الله ماذا أسنع هذا تضربه حتى يغم عليه نعم إذا أفاق من الإغماء وقال لماذا تضربني قل قدر الله قدر الله أضربك ماذا أسنع هذا أمر كتب الله إذا اقتنع أتركه إذا لم يقتنع تضربه الثاني نحن نقول هذا الكلام حتى تفهم لا تضرب أحد سارق رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سارق عمر رضي الله عنه أمر أن تقطع يده حد من حدود الله حكم شرعي فقال هذا السارق يا أمير المؤمنين أتلومني على شيء كتب الله يقول هذه السارقة كتبها الله فقال له عمر ونحن كتب الله أن نقطع يدك ماذا نصنع إذا أنت تعمل لعمل أهل الجنة وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إليها ولا تعمل بعمل أهل النار أهل الشقانة صلى الله عليه وسلم أهل الشقانة صلى الله عليه وسلم تفعل الأمر ونحن نعلم بعمل أهل الشقانة